يساد عبد الستار أنت حقيقة وضعت أمامنا وضعية أو الحالة بطريقة أخرى لكن الآن نحن أمام أمر واقع يعني لن يلتفت أحد إلى حق الكتلة الأكبر ولن يقارن أحد بهذه الطريقة السيد مقتدى صدر ربما لوح أكثر من مرة بأنه سيتجه إلى المعارضة ولن يقدم شخصيات إلى الوزارات القادمة بالرغم من أنه صاحب أعلى أصوات والكتلة الأكبر في البرلمان كيف ترى ذلك؟ يعني أنا أعتقد أن الدعم الكبير للسيد عدد عبد المادي يكون عن طريق ترشيحه عبر الكتلة الأكبر لأن سوف يكون له ظهر أو كتلة أو توافق من قبل الكتلة الأخرى لذلك يكون صاحب قوة وصاحب سلطة حقيقية في اختيار الأسماء والشخصيات التي سوف تعرض عليه هذا أولاً ثانياً ما أشار إليه أستاذ نجم القصاب والضيف الآخر الكريم هو في باب التمنيات أو في باب المثاليات هم يعرفون أن نظام السياسي في العراق هو نظام قائم أساساً على الدستور العراقي أي بمعنى أنهم يأخذون من الدستور ما يفيدهم في اللحظة الآنية في اللحظة المستعجلة في اللحظة التي يعتقدون أو يجدون أنفسهم في حرج أو في مأزق لكن السؤال هل نحن أمام دولة قانونية أم دولة توافقية إذا كنا أمام دولة توافقية فهذا سوف يفتح المجال لكل احتمالات وكل حلول ربما ترضي أطراف السياسية أو قادة الكتل السياسية بغض النظر عما إذا كانت هذه الحلول أو المعالجات تفيد الشعب أم لا لذلك كشخص قانوني أعتقد أن المدخل الصحيح كان لو أن السيد عادل عبد المهدي تم تكليفه عبر نص الدستوري وعبر قرار المحكمة الاتحادية بذلك سوف نعطي السيد المهدي كل الأسلحة القانونية والدستورية والتأييد الجماهيري والظرف الصعب الذي يعيشه في العراق فتتوفر له بيئة ومساحة كبيرة للعمل هذا من ناحية ثانية رغم أن اليوم ردود الأفعال في أقليم كردستان الترحيب بالسيد عادل عبد المهدي وهناك اتصال هاتفي أو رسالة من الزعيم مسعود البرزاني لكن السيد عادل عبد المهدي ليست بيده عصا سحرية الوضع في العراق وضع صعب ووضع أقل ما يقال عنه وضع مأساوي من الخدمات من التنافر السياسي من الوجود العسكري لجماعات مسلحة ما هي الأدوات ما هي القوة ما هي الضمانات التي يستطيع أن يعمل بها السيد عادل عبد المهدي والله السيد عادل عبد المهدي هو في وضع صعب وندعو الله ونتمنى أن ينجح لأنه فعلا هو من أحد الآمال الباقية لكي يستطيع أن يسير بسفينة العراق إلى شاطئ الأمان لكن في كل الأحوال الاختيارات التي أمام السيد عادل عبد المهدي هي أيضا ضمن الكتل السياسية يعني أن العراق لا يقوم على أساس التوافق أو الأمنيات بقدر ما هناك استحقاقات انتخابية إذا كان السيد مقتد الصدر لا يشارك بالانتخابات فهذا موقف له لكن من يظن القوى الأخرى التي فازت تقصد لا يشارك في الحكومة يعني لا يرشح أسماء للحكومة القادمة اشتركوا في القناة